السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في قرشي جانا. انه هبدأ هنعمل مع بعض اشياء المسلس بشكل جديد وغفزة جديدة وشكلها حلو او. هنمشي خطوة بخطوة وان شاء الله تعجبك. الخيوط المستخدمة انا هستخدم اليز انجورا جولد. وكمان هستخدم معاه ابراه رقم اثنين ونص. يلا بنا نبدأ. بس قبل ما نبدأ ياريت تدعمينا بلايك وشيروا لو جديدة معنا. تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل كل جديد ان شاء الله. نبدأ بسم الله. اول حاجة هاعملها عقدة البداية. بعد كده واحد اتنين تلاية اربعة خمسة. كما السلاسل بروح لأول سلسلة باسحب الخيط وبخروج بمنزلق. كده انا قفلت الدايرة. بودي الخيط انها التناشي نشتغل عليه. بعد كده بابدفع سلسلة واحدة. ومن داخل الدايرة وباخد خيط البداية معي. اشتغل اول. وربزة حشو. التانية. نفس الفرار باخد التالتة. وبابع. والخمسة. والستة. والسبعة. واخد واحدة التمنى. يبقى اشتغلت من داخل الفرار تمانية حشو. بروح على اول جرزة حشو. باسحب الخيط وباخد منزلق. كده قفلت الدور الاول. هقص الخيط اشتغلت عليه خلاص. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة. وده هتبقى اول عمود معي في الدور التاني. سلسلة كفر. لفع الابرة. وعلى الجرزة التانية على طول. هدخل. واسحب الخيط. واخد تاني عمود. سلسلة كفر. لفع الابرة. لغبزة بكم تلاتة. سلسلة. وباخد في لغبزة بكم اربعة عمود. سلسلة. لفع الابرة. لغبزة بكم خمسة. سلسلة كفر. وفي لغبزة بكم ستة باخد عمود. سلسلة. لفع الابرة. لغبزة بكم سبعة باخد عمود. سلسلة. لغبزة بكم تمانية باخد عمود. سلسلة. وبابروح في سلاسل الابتفاع. وبعد واحد اتنين قف تالت سلسلة. بدخل. وباخد منزلقة. كده انا قفلت الدور. بعد كده من داخل الفراغ الاول باخد منزلقة. ارتفاع واحد اتنين تلاتة سلسلة. لفع الابرة من نفس الفراغ بنزل وباسحب الخيط اول مرة. تاني مرة. التالتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. لفع الابرة. باخد منهم. كلهم بقفل عليهم بسلسلة. بالشكل ده. اما التباف من سبعة سحبات. بوسع الخيط شوية بالشكل ده. لفع الابرة. باسحبه من الحلقة اللي انا وسعتها. بابجع تاني ادخل من الحلقة ديت. اسحب الخيط. واخد حشو. بقت عندي العقدة بالشكل ده. باسحب الخيط تاني. بابجع للحلقة اللي انا مسكها بصباعي ديت. ااخد منها حشو. بالشكل ده عملت عقدتين. باخد لفع الابرة. وبانزل تاني فراغ. باسحب الخيط اول مرة. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. وبعد الخيط بالشكل ده. لفع الابرة. وبخرج من كل اللفات اللي عندي. وبقفل عليهم بسلسلة. كده عملت تاني بف. بوسع الخيط بالشكل شوية. باسحب الطرف بتاع الخيط من الحلقة اللي انا وسعتها. بدخل في الدايرة اللي انا عملتها. باسحب الخيط وباخد حشو. بوسع الخيط تاني. انا بسبتها كده عشان الخيط ما يجيش عليها ويعمل لي حلقة بالشكل ده. بدخل من الحلقة وباخد حشو. كده عملت العقدة التانية. لفع الابرة. على الفراغ. رقم تلاتة. باسحب الخيط واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. بعد الخيط بالشكل ده شايفة بشد العقدة فيتزبط الخيوط على الابة. وبامسك البف كلها بصباعي كده. لفع الابة بخرج من الحلقات اللي عندي كلها وبقفل عليهم بسلسلة. كده عملت تلاتة بف. بوسع الحلقة شوية. باسحب الخيط الاصلي من الحلقة. بدخل من الدايرة ديت. باسحب الخيط وباخد حشو. باسحب الخيط تاني اوسعه. باسبت طرف الخيط ده عشان ما يقفلش عليه. وباسحبه من الدايرة. بعد كده بدخل وباسحب الخيط وباخد حشو. كده عملت العقدتين. لفع الابرة. وعلى الفراغ رقم اربع هياخد البف من سبع سحبات. هكرر في كل فراغ ااخد بف ما بين كل بف و بف عقدتين بالشكل اللي احنا شفناه. هخلص الدوب التالت ونرجع تاني. انا كده عملت البف رقم تمانية وكمان عملت العقدتين في النهاية. بعد كده عشان اقفل الزهرة بتاعتي بروف قفلت البف. بدخل. واسحب الخيط وباقفل بمنزلك. وكمان هياخد سلسلة واقص الخيط. بايت عندي الزهرة بالشكل ده. دلوقتي هنشوف ازاي بنشبك الوحدات. انا كده اشتجلت زهرة جديدة اشتجلت كان برف واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. واقفت عندي خمسة عشان ابدأ اشبك. بعد كده بوسع الحلقة بالشكل ده. وباسحب منها الخيط. بعد كده بادخل في الحلقة اللي انا عملتها وياخد حشو. كده اول عقدة. بروح هنا في اي فرار من اللي انت شايفاهم دولت. من على ضهر الشور. هنا عندي ببزة حشو ما بين العقدة والعقدة. بادخل فيها بالشكل ده. وباسحب الخيط. وباخر بمنزلك. بعد كده باخد سلسلة. بوسع الحلقة بالشكل ده. باسحب الخيط من الناحية التانية. بعد كده بادخل في الحلقة. وبياخد حشو. كده انا كملتهم. بابجع بقى لل ببزة بتاعتي تاني. اسحب من الفراج اللي عليه الدور. ببزة البف. رقم ست. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ست. واخر بواحدة سبعة. بعد كده نلفع الابرة. بخرج منهم كلهم. بقفل عليهم بسلسلة. بوسع الحلقة بالشكل ده. باسحب منها الخيط. بعد كده بدخل من داخل الحلقة باخد حشو. هنا هبروح للزهرة. انا كنت شبكت ديت. يبقى اللي بعدها دي. من انا اضرح بالشكل ده. من داخل جبزة الحشو اللي ما بين العقدة والعقدة. بادخل وبسحب الخيط وبخرج بمنزلق. بعد كده سلسلة. بوسع. الحلقة بالشكل ده. بسحب منها طرف الخيط. بعد كده من داخل الدهرة باخد حشو. ابجي على الزهرة بتاعتي. لفع الابرة. والفراج اللي عليه الدور باخد فيه البف. واحد اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. ادي كده اللفة. اللي بقى باخد منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة. بوسع الخيط بالشكل ده. بسحب طرف الخيط. من داخل الحلقة بادخل وبسحب الخيط وباخد حشو. احنا كنا شبكنا دي. بعدها دي. يبقى اللي عليها الدور دي. بدخل وبروح كده عندي الحشو اللي ما بين العقدة والعقدة من على ضحف الشر. بدخل وباسحب الخيط. وباخرب منزلك. بعد كده سلسلة. بوسع الحلقة بالشكل ده. باسحب طرف الخيط. بدخل مني الحلقة. اخد حشو. ابجي على الزهرة بتاعتي. لفع الابرة. اخر فرار باخد فيه اخر بف. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. لفع الابرة بخرج منهم كلهم. بقفل عليهم بسلسلة. بوسع الحلقة بالشكل ده. بسحب طرف الخيط. من داخل الحلقة بأخد حشو. بوسع الحلقة تاني. بسحب طرف الخيط. من داخل الحلقة بأخد حشو. بروحها لاول برفق خطها بدخل. وبياخد منزلك. كده انا قفلت. الزهر. وكمان باخد سلسلة وقص الخيط. بالشكل ده. شبكنا الواحدتين مع بعض. دلوقتي هنشوف دلوقتي تشبيك القطعة الثالثة. كده احنا كنا ركبنا الاولى. طبعا اول واحدة في الشال بتبقى واحدة كاملة. بعد كده شبكنا واحدة تحتها. لازم الدور التاني بتاع الشال المسلس تبقى اتنين تحت الاولى. يعني اول دور فيه. اول دور فيه. واحدة واحدة. التاني بيبقى فيه واحدتين. ركبنا واحدة تحت الواحدة الاولى. والتاني هتبقى هنا. هتبقى هنا في الوسط ما بين ديت وديت كأننا عاملين شبكين هنا. يبقى هنا وهنا وهنا. ديت الاماكن التشبيك الجديدة. هنا وهنا وهنا. هنشوف دلوقتي هنشبك ازاي. نضيب الشغل كده عشان نملك ان احنا نشبك. احنا قلنا في الوسط هنا وهنا وهنا. اشتجلت كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمسة بف. بعد كده بوسع الخيط بالشكل ده. بسحب طرف الخيط التاني. من الحلقة اللي انا عملتها بتخل وبسحب الخيط وباخد حشو. كده عملت حلقة واحدة. مش هكملها الا لما راح اشبك. من على ضهر الشغل. الحشو اللي انا مسكة بيها الواحدتين بادخل فيها. وباسحب الخيط وباخد منزلك. بالشكل ده. بعد كده باخد سلسلة واحدة. ووسعها بالشكل ده شوية. بعد كده بامسك طرف الخيط اسحبه. بيبقى عندي دايرة. بدخل من الدايرة. اسحب الخيط ااخد حشو. كده انا شبكة التالتة. فيهم. بعد كده لفه على الابرة. على الفراج اللي عليه الدور باشتغل البرف بتاعتي. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. بشد. الشغل كده. لفها الابرة بخرج منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة. بالشكل ده. بوسع الخيط شوية. بسحب طرف الخيط. ومن الحلقة اللي انا عملتها بياخد حشو. مش هكمل الحلقة التانية. هروح اشبك. احنا قلنا في الوسط وفي دي وفي دي. من على ضحب الشغل بالشكل ده. بادخل في جبزة الحشو اللي بين الحلقة والحلقة. باسحب الخيط. وبخرج بمنزلق. وباخد سلسلة. وبوسع الخيط شوية. عشان اعمل العقدة بتاعتي. كده اشتغلت العقدة التانية. اروح ااخد لفه على الابرة. وعالفراج اللي عليه الدور ااخد البف. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. سبعة سحبات. بعد الشغل بالشكل ده وبشده. لفه على الابرة بخرج منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة. بعد كده بوسع الحلقة شوية. باسحب طرف الخيط. بدخل في الحلقة. اسحب الخيط واخد حشو. مش هعمل العقدة التانية. احنا قلنا هنشبك في الوسط وهنا وهنا. اقلب الشغل على ضهره بالشكل ده. وادخل. في الحشو. وادخل في الحشو اللي بين العقدة والعقدة. اسحب الخيط واخد منزرك. بعد كده سلسلة. بوسع الخيط شوية. اروح لطرف الخيط. واخد من داخل الدايبة حشو. كده عملت العقدة التانية. لفع الابرة. بابروح اخر فرار في الزهرة بتاعتي. وبسحب الخيط اول مرة. التانية. التالتة. الربعة. الخمسة. الستة. لسابع مرة. بعد كده لفع الابرة بخرج منهم كلهم. وبقفل عليهم بسلسلة. بوسع الخيط بالشكل ده شوية. بسحب طرف الخيط. ومن الحلقة اللي انا عملتها باخد حشو. اوسع الخيط بالشكل ده. بسحب طرف الخيط. ومن الحلقة اللي انا عملتها باخد حشو. بابروح اقفل الزهرة بتاعتي. فقفلة البرف الاولى. بمنزلقة. وكمان باخد سلسلة. واقص الخيط. كده بدأ يوضح معانا شكل المسلس. شايفة؟ دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل الدور التالت. والدور التالت بتكون من ثلاث وحدات. واحدة تحت الاولى. واحدة تحت التانية. واحدة زيادة هنا. يعني كل دور بنقبر الشال بواحدة زيادة. الدور الاول واحدة. الدور التاني واحدتين. الدور التالت تلات وحدات. الدور باربع اربع ورحدات. لحد ما بتوصلي لطول الشال اللي انت عايزها. دلوقتي هنركب الدور التالت. وبعد كده انت هتشتجلي الشال بكل سهولة ان شاء الله. انا كده اشتجلت الوحدة الجديدة. خمس ورز من البف بالشكل ده. بعد كده بتوسعي الخيط شوية بالشكل ده. بتسحبي بطرف الخيط وبتعمل العقدة بتاعتك. هنا اماكن التشبيك هتبقى فين? هتبقى الحشو اللي ما بين الوحدة والوحدة اللي هي دي. وهنا وهنا. يبقى هنبدأ بديه. هلف الشوول بالشكل ده. وهاجي من على ضحب الشوول. بادخل بالشكل ده. في الحشو اللي ما بين ديته دي. باسحب الخيط. وبخرج بمنزلقة. بعد كده باخد سلسلة. برسع على الحلقة شوية. باسحب ترفي الخيط. بعد كده من داخل الحلقة اللي انا عملتها باخد حشو. كده عملت الوقدة بتاعتي. لفع القبرة. بابجع للزهرة بتاعتي تاني الفراج اللي عليه الدور. باشتجل البف. بوسع الخيط شوية. بجيب طرف الخيط. هعديه من الناحية التانية. بعد كده بادخل الحلقة وباسحب الخيط وباخد حشو. نوع بقى تاني للتشبيك. هنا من على ضحب الشوول. الحشو اللي ما بين العقدة والعقدة. بدخل. باسحب الخيط. وباخد منزلك. بعد كده باخد سلسلة. اوسع الخيط شوية. اسحب طرف الخيط. بعد كده من الحلقة اللي عملتها باخد حشو. كده عملت العقدة التانية. لفع القبرة. بابجع للفراج اللي عليه الدور وبعمل بف. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. لفع القبرة باخد منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة. بوسع الخيط شوية باسحب طرف الخيط. عمل العقدة بتاعتي الاولى. ومش هعمل التانية. هبوح تاني للتشبيك المكان اللي احنا محددينه. هقل بالشغل كده. من على ضحب الشغل بادخل في الحشو. اللي بين العقدة والعقدة وباخد منزلك. وسلسلة. وبوسع الحلقة بالشكل ده. بعد كده بعمل العقدة التانية. لفع القبرة. برجع بقى للفراج الاخير وباخد البرف الاخيرة وبقفل الزهرات بتاعتي. نشوف اماكن التشبيك. يبقى هنكمل الزهرة هنا. بعد كده هنشتغل الوحدة الجديدة وهنركبها هنا. هقفل الزهرة دي. وكمان اشتغل نص الزهرة الجديدة ونرجع عشان نشوف تركبها. دلوقتي احنا هنشبك القطعة الجديدة هنا. هنحدد الاول. لازم تحددي انت هتشبكيها في كام جهة الاول. احنا عندنا هنا. وهنا تانية. وهنا في الوسط لما بين التلاتة دول. وبعدين هنا وبعدين هنا. يبقى هنشبك في كام جهة? واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. يبقى احنا عايزين نشبك في خمس واحدات. فانا اشتغلت اتنين بقف بس. بعد كده بقوسع الخيط بالشكل ده. وبقى اعمل اول عقدة. عشان نبدأ نشبك لازم اول واحدة دي. فاحنا هنلف الشغل كده عشان نقدر بنملك ان احنا نبقى قدامنا الشغل ونشبك. ومن على ضهر الشغل هبدأ باول واحدة اللي احنا حددناها. بدخل في الحشو اللي ما بين العقدة والعقدة. وباسحب الخيط وبياخد منزرك. بعد كده سلسلة واحدة بوسع الخيط شوية. وباخد العقدة التانية بتاعة الجبسة. عملت العقدة التانية لفها الابرة بابجع للفراجب بتاعتي واشتغل البف من سبعة سحب. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. بعد للشغل بالشكل ده لفها الابرة بخرج منهم كلهم. باقفل عليهم بسلسلة. باوسع الخيط شوية. وبعمل اول عقدة. عملت اول عقدة مش هعمل التانية الا لما راح اشبك في المكان الجديد من على ضهر الشغل. الحشو اللي ما بين العقدة والعقدة. باسحب الخيط وباخرق بمنزرك. بعد كده سلسلة وباوسع الشغل شوية. بعمل العقدة التانية. بالشكل ده. لفها الابرة بابجع للفراج بتاعي. اعمل البف. بعد كده باوسع الخيط جوية. وبعمل اول عقدة. باباح اشبك في المكان التالت اللي احنا محددينه اللي هو اللي ماسك التلات قطعة. اللي هو بتاع الوسط. اهو. الحشو اللي ما بين التلات قطعة. بدخل وباسحب الخيط وباخد منزرك. بعد كده سلسلة بوسع الشغل شوية. وباخد العقدة التانية. لفها الابرة بابجع للزهرة بتاعتي الفراج اللي عليه الدرب. وباشتغل البف. من سبع سحبات. باخر منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة. بوسع الخيط شوية. وباسحب الخيط بالشكل ده وبعمل العقدة الاولى. بروح المكان الرابع اللي انا حددته. من على ضهر الشغل. بادخل في العقدة. من على ضهر الشغل وباخد منزرك. بادخل في الحشو لما بين العقدة والعقدة. سلسلة. وبوسع الشغل شوية وباخد العقدة التانية. عملت العقدة التانية لفها الابرة. برجع للفراج اللي عليه الدرب. وباخد بخ. بوسع الخيط شوية. باخد اول عقدة. بروح المكان الخامس اللي انا حددته من على ضهر الشغل. الحشو اللي ما بين العقدة والعقدة بدخل وباسحب الخيط وبياخد منزرك. وسلسلة. وبوسع الشغل شوية وبوسع الحلقة شوية وباخد العقدة التانية. بعد ما بشتغل العقدة التانية لفها الابرة. برجع للفراج اللي عليه الدور وباخد البف. عملت البف. بعد كده بوسع الحلقة شوية وبعمل العقدة الاولى. وكمان العقدة التانية لاني خلصت التشبيك. انا محددة خمس اماكن وشبكت في الخمس اماكن. عملت عقدتين لفها الابرة. عندي الفراج الاخير هاخد في البف الاخير. بعد كده عقدتين واقفل بمنزرك. كده انا شبكت في المكان ده ها. هكمل الوحدة بتاعتي بس. شايفة? الشكل ده. يبقى فاضل لي? احنا قلنا الدور الاول وحدة وحدة. الدور التاني بيتكون من وحدتين. الدور التالت بيتكون من تلات وحدات. ركبنا الوحدتين فاضل وحدة هنا. هخلص الوحدة ديت. وكمان هشتجل بداية الوحدة التانية. ونبقى عشان نشوف تفكيرها ازاي. انا كده اشتجلت بداية الزهر الجديدة. هنحدد بقى اماكن تشبكة. هنشبكها هنا في الوسط ما بين الزهرة دي والزهرة دي. العقدة في الوسط. الحشو اللي مسكية الاثنين. بعد كده في الحشو دي وفي الحشو دي. يعني تلات اماكن تشبيك. دي ودي ودي. وعشان نبقى ازاي نوع لازم نضيع الشو اللي بالنسبة لنا كده. يبقى هو اللي اتجاهنا عشان يشبك فيه بكل سهولة. انا عملت اتنين بف. بعد كده بوسع الحلقة بتاعتي بالشكل ده. باخد طرف الخيط وبعمل اول عقد. العقدة التانية مش هعملها لما اشبك. انا قلت اول مكان هنا يبقى من على ضهر الشغل بالشكل ده. بدخل في الحشو اللي مسكى الزهرتين بالشكل ده وباخد منزلك. بعد كده سلسلة بوسع الشغل شوية وباخد العقدة التانية. لفع الاباة بابقع للزهرة بتاعتي الفراج اللي عليه الدور باخد البف. بعد كده بوسع الخيط شوية عشان اخد العقدة الاولى بعد البف الشكل ده. بروح المكان التاني اللي انا حددته من على ضهر الشغل. في الحشو اللي بين العقدة والعقدة بدخل وباسحب الخيط وباخد منزلك. وسلسلة. وبوسع الخيط شوية. وباخد تانية عقدة للغرزة. بعد كده لفع الابا بابجع للفراج اللي عليه الدور. وباشتغل البف. لفع الابا باخد منهم كلهم بقفل عليهم بسلسلة. بوسع الخيط شوية. باخد اول عقدة بعد البف. المفروض هم اتنية. باخد عقدة وبعدين اروح اشبك في المكان اللي انا حددته من على ضهر الشغل. في الحشو اللي بين العقدة والعقدة. بدخل وباسحب الخيط وباخد منزلك. بعد كده سلسلة بوسع الخيط شوية باخد العقدة التانية. لفع الابا بابروح الفراج اللي عليه الدور في الزهرة بتاعتي وباخد البف. باقفل عليهم بسلسلة. بوسع العقدة شوية. باخد اول عقدة. وكمان تاني عقدة عشان انا خلصت الاماكن اللي حددتها للتشبيك. وهبع بقى اكمل الزهرة بتاعتي عادي. بالشكلة ده. يبقى انا كملت التشبيك بالشكل ده. شوف ابدأ يوضح معي ازاي. هكمل الزهرة بتاعتي ونرجع تاني. كده احنا ركبنا وخلصنا الواحدة التالتة بتاعت الدور التالت. يبقى احنا كل دور بنزيد واحدة. يعني الدور الربح يبقى بتكون من اربع وحدات. واحدة تحت الاولى. واحدة تحت التانية. واحدة تحت التالتة. واحدة زيادة عنه. دايما هيبقى عندك واحدة زيادة. شايفة? اول دور كان واحدة واحدة بس. الدور التاني بيتكون من واحدتين. بقى فيه فراج هنا. الدور التالت بتكون من ثلاث وحدات. فيه فراج هنا. الدور الرابع يتكون من اربع وحدات. هيبقى فيه فراج هنا. وهيبقى ده شكل الشال المثلث. كل ما تجبر كل ما يجبر الشال. بس هيبقى عندك فراجات هنا. لما اتخلصي بقى طول الشال اللي انت محتاجاه الفراجات دي اتعايزين نسدها. هنسدها بنص زهرة. هنشوف ازاي نعمل النص زهرة. اول حاجة هاملها عقدة البداية. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة. اربع سلاسل بس. ببراحة لأول سلسلة. وبياخد منزلقة. كده انا قفلت الداية. سلسلة واحدة. من داخل الفراج. باخد واحد اتنين تلاتة اربعة. خمسة. ستة. ستة جوة بس حشو بالشكل ده. بعد كده. واحد اتنين تلاتة سلسلة ببليف في الشغل. وده باعتبر اول عمود في الدور التاني. سلسلة كفرار لفع الابرة. على الجبزة التانية بياخد عمود. سلسلة كفرار لفع الابرة. الجبزة رقم تلاتة بياخد عمود التالت. سلسلة كفرار بروح الجبزة رقم اربعة. باخد العمود الرابع. سلسلة كفرار بروح الجبزة رقم خمسة باخد العمود الخامس. سلسلة كفرار وعلى الجبزة رقم ستة بادخل وبياخد اخر جبزة. طيب انا اشتجلت كم عمود? اشتجلت ستة عمود. ما كملتش التمانية. سلسلة واحدة وهلف الشغل. من داخل الفرار باخد منزلكة. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابرة من نفس الفرار. هسحب الخيط اول مرة. التانية. التالتة. الرابعة. الخمسة. الستة. والسبعة. لفع الابرة. بخرج منهم كلهم. وبقفل عليهم بسلسلة. بوسع الخيط شوية بالشكل ده. وبعمل العقدة بتاعتي الاولى. مش هعمل التانية الا لما شبك. طيب نشوف الاول اماكن التشبيك. الاول هنعمل اول فرار بيقابلنا في الشاعة. شايفة هنا? فاول فرار هو ده. بعد كده الفرار ده. بعد كده الوسط اللي ماسك التلاتة. يبقى هنا وهنا التاني. هنا التالت. هنا الرابعة. هنا الخمس. يعني هنشبك من خمس اماكن. وزي ما تعودنا بنضيب الشغل لنا عشان نملك نشبكه. احنا حددنا خلاص الاماكن اللي هنشبك فيه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. هنشوف دلوقتي. كده عملت عقدة واحدة. بابروح على المكان الاول اللي انا حددته. بادخل في جبزة الحشو اللي بين العقدة والعقدة باسحب الخيط. وباخد منزلكة. بعد كده سلسلة بوسع الخيط شوية. بعمل العقدة التانية بتاعتي. لفع القبرة. بابروح للفراج التاني في الزهرة. وباخد البفر. بوسع الحلقة بتاعتي بالشكل ده باسحب طرف الخيط. بيبقى عندي حلقة بتخل منها وباخد حشو. ودي اول عقدة بعد البفر. بابروح المكان التاني اللي انا محدده من على ضهب الشغل. بادخل بالابر بالشكل ده. وباسحب الخيط. وباخد منزلكة. وسلسلة. بوسع السلسلة شوية. بعد كده باسحب طرف الخيط من داخل الدارة اللي عملتها بتاعي. باخد حشو. كده عملت العقدة التانية. بابجي على الفراج التالت. اخد البفر التالت. بوسع الحلقة شوية عشان اخد العقدة الاولى. باسحب طرف الخيط بعد كده من داخل الدارة اللي انا عملتها باسحب الخيط وباخد حشو. بعد كده بروح المكان التالت اللي هو ماسك الكطع التلاتة. شايف الحشو اللي ماسكاهم كلهم بادخل فيها من على ضهب الشغل. وباخد منزلق. بعد كده سلسلة بوسع الدارة شوية. وباسحب طرف الخيط من داخل الحلقة ديت باسحب الخيط وباخد حشو. ولفها عالابرة. بابجي على الفراج بتاعي. وباخد البفر رقم ربعة. بعد كده بواسع الحلقة شوية. وبخرج من الحلقة اللي انا عملتها. وباخد العقدة الاولى. بعد كده بروح المكان الرابع اللي انا حددته. شايفها? بتخل من على ضهر الشغل. في الحشو اللي بين العقدة والعقدة وباسحب الخيط وباخد منزلق. وسلسلة. وبوسع الحلقة شوية. وبعمل العقدة التانية. لفها عالابرة. بابجي على الفرار بتاعي. وباخد. بف. وكده انا وصلت الاخر بف في الوحدة اللي انا بقفل بها. بوسع السلسلة بالشكل ده. وباخد اول حلقة. عملت اول حلقة بس. هبروح المكان الخامس اللي انا محدده للتشبيك من على ضهر الشغل. بدخل وباسحب الخيط وباخد منزلقه وكمان سلسلة. وهقص الخيط. مش هعمل العقدة التانية. لان بعمل نص واحد. اه. وكده قفلنا اول فراغ. بعد كده كل الفراغات هتقفل لها بنفس النمط اللي احنا عملناه. بالشكل ده. هنقفل الجزء ده. الجزء ده كمان. وانه يبجي عشان نشوف الشكل النهائي بتاعه. النموذج اللي عملناه للشال المسلس ايه. كده انا عملت الفراج التاني. شايفها بقى الاستقامة بتاعت الشال من فوق ازاي. لما عملنا. سدينا الفراجات بنص زهرة. زي ما احنا شبكنا. يبقى كده احنا تعلمنا ازاي بنشبك الوحدات بتاعت الشال. وازاي بنسد الفراجات اللي هنلاقيها في الاخر في نهاية الشال. الشال حلو قوي. شكله جميل جدا. طبعا هنا مكان اللولي اللي انت هتلزائيه. او هتخياطيه بقبرة الخبز. هنا وهنا وهنا الاماكن اللي هتلزائي فيها اللولي الابيض بالشكل ده. وبزا حلو قوي. وكمان لو انت سبتيه كده بابضو حلو. الزهرة بشكلها حلو قوي. وشغله سهل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهار ده اتمنى الشبح كان واضح. والتشال عجبك. لو عجبك يا بيت تدعمينا بلايك. وشير ولو جديدة معنا تشتركي في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل الكل جديد ان شاء الله. منتظرة تعليقاتكم. وكمان لو انت عايزها مستطيل اكتبيهلي في التعليق. وانا ان شاء الله هنفزه. اشوفكم على خير في فيديو جديد. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. ترجمة نانسي قنقر